أصبح أزوف رسميا بحرا داخليا في روسيا بعد اندمام جمهوريتين دانياتسك ولوغانسك ومنطقتين زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا على ما ينطوي هذا التغيير الجديد هي أراضي تاريخية لروسيا وجرت استعادتها عن طريق الحق بحسب نائب مجلس الدوم الروسي عن شبه جزيرة القرم الذي أشار إلى أن هذا التطور سيضع حدا نهائيا لخطة كييف الاستفزازية في المنطقة وحلف شمال الأطلسي لوضع قاعدته البحرية هناك بمجرد النظر إلى موقع البحر على الخريطة يمكن فهم أهميته الاستراتيجية الكبيرة تبلغ مساحته 37.600 كم مربع يتصل بالبحر الأسود عبر مضيك كيرتش يحتوي على كميات من الغاز ويمثل نقطة عبور مهمة للشحن ونقل الركاب عملانيا الوضع الجديد لأزوف يعزل أوكرانيا عن حوض البحر الأسود حيث لم يعد لها منفذ إليه سوى عبر ما بقية من أراضي مقاطعة أودسا وما جورها من أراضي نيكولاييف على الطرف الآخر لا يمكن الحديث عن ضمان أمن الحدود الغربية لروسيا من دون توسع جغرافي يضمن على نحو كامل السيطرة على الممرات البحرية الجنوبية في حوض أزوف والبحر الأسود وهو ما تحقق أخيرا وأتاح إقامة رابط بري مستقر للأراضي الروسية مع شبه جزيرة القرم كما يسمح بحصول موسكو على حزام جغرافي واسع النطاق يعزز مجالها الأمني حتى لو نجح الغرب في تعزيز حضور عسكري على الضفة الغربية لنهر دانيبر ترجمة نانسي قنقر